مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي هذا النهار ان شاء الله سوف نتحدث له احد الموضوع اللي في حقه مهم مهم جزاك بتربية الانانب وهو طريقة اقتصادية لسمين الانانب بوسطة الدراء رحمه وحد يقول لي الدراء كتكون يعني غليضة على الانانب ما يمكنش يكلوها وكتكون عاصية فعلا هاد النقطة ممكن ان شاء الله واحد قال لي في كومنت اما الى جينا نشوفوا الموضوع دي هاد النهار قينا واحد النوع دي الدراء اللي ديراء بحل هاد الشكل ثمان نعطيكم الاتمين ثمن ديالها وبش حركة التقام يعني هي كتجي من الاول شو كيفاش ديراء كتجي مبرشة شوفو هنا كيفاش طاحنينها هي هي هاكك مرشي كتجي بنته وطحنها لكتجي هاك مبرشة هاد تبرشيش هاته ممكن ان الصغار يخدم لهم يعني الصغار دي الارانب والكبار كانت عندكم يعني ارانب يعني بعض الفيطة مباشرة ممكن انكم تغربوا هاد الغبرة ديالها بحل هاكا هاد الغبرة ديالها هادي كيولي بحل سميدة بحل سميدة هادي ممكن تعطيوها للاستغار ديالالانب اما الكبار ممكن انكم تعطيوها تعطيوهم هاد الغبرة بحلقة رهم كيموتوا عليها رهم كيفين يجيبوهم دره بزاف الدره كتدير في جسم الارنب اولا تسميم طريقة يعني شي حاجات لي يعني طريقة مجربة مئة بالمئة يعني الدرع الحمد لهم يقول لي حلو يعني شحال موحد يجرب القادية لان الدورة بالطبيعة دياله كتكون المدق دياله حلو القادية دياله واش غا يتضرهم الدورة ما يمكنش تضرها قاعدة بغيتو يعني بغيتو تقتاص دوكتر ممكن انكم تخلطوها مع شوية ديالنخالة اما اللي عندهم امكانيات وابغا يقتاصد انا انا اعطيكم الاتمنة دياله هاد الخنشة هادي فيها هانتوما ها هي مكتصفة فيها 40 كيلو الماركة دياله نرعني كان شريها يعني بها الماركة هادي بالضبط اسميتها الماركة ديال الفلاح هادي يعني شركة موتوق منها تمن ديالها 120 دنم 120 دنم في 40 كيلو تقريبا كتطيح تقريبا جوج دنم ونص الكيلو يعني الناس اللي كيمشيوا وشريوا بالقردية ننصحهم يشريوا خنشة يعني بحال هاد الشكل هادا انتوما قطيح ارخاص يعني كيلو يتحلك بزوج درهم ونصف كيلو رغا دي يكلو فيهم زيان يعني ممكن ان غي ضدها كمثلا هذا عكس سيكاريم سيكاريم ركت ديرو فيه نقولو مئات قرام في الوجبة اما الدورة رايلا راح ترى غاد تعطيوها الارينيب ديالكم تحسوا بهم يعني مقهومين كي يكلو وكي شبعوك تحسوا بهم راي شبعانين يعني بالنسبة لقديرو جوجو وجبات يعني ممكن هادا هادا يعني بالعبار ممكن ان الطاس ديالدانون عفوا بدون ذكر اسماء طاس ديالياغورت اش حاب موحد قللي هاد القادية يعني ما نقولوش الاسماء طاس ديالياغورت ممكن انك ما تعمروش تكلو يعني اللي عندو قاطع اه ودير جوجو وجبات يعني اللي عندو قاطع ديال اربعة نتوات خمسة نتوات ارى ممكن ان هادا الخنشات تضرب لوحد نقولو شهرين ونص ارى ها مخيرة يعني ارى خمسين جرام ممكن انها تكون كافية الوجبة يعني ماشي مئة جرام كما نديروش السيكالين السيكالين خاص يعني كيتعطى بوحد طريقة يعني هو غالي اصلا غالي بالثمن اما بالنسبة للتسمين اللي بغين على حسب التسمين السيكالين كيتعطى على حسب الخصوبة يعني الناس اللي عندو اههم اه الامهات وكاين استيكالين ديال الحليب وكاين استيكالين ديالتسمين كاين استيكالين مختلات اما الناس اللي بغتو شي حاجة يعني بلدية عندكم شي حاجة بلدية وبغتو تعطيهم يعني آه يعني عالف ديالتسمين اليل يكم هذا هذا الخنشة هاداصة مجربة أعربعين كيلو مية وعشرين درهم ممكن تضرب لكم نقولوا واحد ثلاث شهر إلا تمشيتوا بالوجبة يعني إني بالقواعد ممكن تديركم شهرين ونصر شهرين ونصرها مزيانة يعني ممكن خمسين درهم للشهر ولا ستين درهم للشهر يا غالي تكون خمسين درهم للشهر شهر كامل ربعات السيمانات بالخمسين درهم رها مزيانة ولكن رغم كي يكلهم زيان كي يديروا للحم يعني الدورة رها معروفة كتدير للحم ما كتدرش قضية دي الكوكسيديا المسائد دي الأمراض الهضمية ما كيناش يعني هذي خدوها عند واحد مجرب ورها معروفة الدورة رها حاجة مزيانة يعني حاجة طبيعية وتها الشركات هذول ما كي يخلطوا معها بتشي حاجة رها كينغي الدورة فقط يعني رها خدامة مئة بالمئة شيروا خنشة دي الضورة هكا حسين ما تقول شيروا بالكيلو ولا تشيروا بالقردية شيروا خنشة وتهنوا تها ترنسبور باش مقاكوا خطرا رسالة العرف المشي نجيب العلف سريع عرف المشي نجيب العلف شيروا خنشة هكا فيه 40 كيلو الناس لي عندهم الإمكانيات ممكن أنكم شيروا جوج خناشي قاع جوج خناشي صافرة غدي ضربكم واحد المودة غدي تهنوا وقاع من العرف إذن الحلقة دي لنا هي هذه الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قانا سغاد يبدع دي لكم كنشكركم على التعاليق طيبة دي لكم تكيو على زر جام ما تنسونا زر جام وتكيو على زر الجرس كيصير لكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة